خالد على منصة اكسيان احنا شفنا الطلاب انهم اجمعوا كلياتهم على انه الامتحان كان صعب وفي شغل كمان انه لما نسألوا عن اراءهم بالامتحان كانت اجوبة الاغلبية من خاصة الفرع العلمي انه الامتحان كتير صعب ووقته غير كافي مع الاسئلة خاصة انه الدوائر احتاجت وقت كتير طويل حشان يحلوها وبوجهة نظر مجموعة ان الطلاب الامتحان كان نحكي ما براعي الفروق الفردية بين الطلاب الموجودين يعني طبعا وزارة التربية والتعليم اخذت شكاوي الطلاب بعين الاعتبار واكد مدير ادارة الامتحانات والاختبارات محمد شهادة ان السؤال الثالث فرع الف اللي اعترضوا عليه كل الطلاب انه بالاساس هو مش داخل بالكتاب ومش من ضمن المنهج بس مع هيك حكى امين العام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف لاجرم ان الوزارة قررت احالة الموضوع لليجان المشرفين يعني زي ما حكيت رح يكون في لجنة رح تراجع امتحان للرياضيات وفي حال كان بالفعل السؤال غلط فرح يتم او رح تنحسب علامته للجميع يعني مثل ما يحكي بسنوات الماضي صار كتير فيه اغلاط ورجعوا حسنوا للكل بس لسه احنا على موعد مع قرار اللجنة وهو بكرة الثلاثاء وليل نتمنى يكون فعلا عادل ومنصف بحق الطلاب وما يضعي لهم تعب باذن الله نحن صراحة يعني احنا اليوم الصباح الصحينا شفنا في مئة استاذ واستاذة معلم ومعلمة من جميع انحاء المملكة وقعوا على ورقة انه عن جد في ملاحظات بخصوص هذا الامتحان صح خالد يعني كانت نحكي ملاحظات المعلمين والمعلمات عفوا المعلمات المواقعين على هاي الورقة اللي انت هلأ حكيتها انه سؤال الثالث خاصة فرع ايه هو من خارج من هاج يعني كان 2006 وهو بالاصل برجع لسنة 2005 وانه سؤال الثالث فرع سي كان مترجم من كتاب نحكي الإنجليزي للغة العربية وحتى انه كمان الترجمة ما بتعطي للطلاب معطيات صحيحة وروح يصير عندهم اكتر من حل لهذا السؤال مش بس هيك كمان موجود السؤال الخامس فرع سي الرسمة ما بتخلي الطالب يكتب المتبينات المطلوبة لانه المعطيات الموجودة بتشير انه هناك عدد لانهائي من الحلول صح فيه شغل بدي احكيها انه انا من الناس يمكن للي اخواني توجيهي عندك توقم صحيحة اخواني انا توقم اه ان شاء الله توفي لقيلهم ولكل الطلاب التوجيهي فيه شغلي انه كمان من ضمن الاشياء اللي واجهوه هم علمي بقولك مثلا السؤال فيه اربع دوائر او اربع اختيارات فانت لما بدك تحل السؤال فبتلاقي مثلا اول مرة تحله بيطلع معك جواب موجود بترد تتأكد مرة تانية بتلاقي جواب تاني اللي هو اصلا موجود بالدوائر وهكذا تستمر العملية كيف بيكون عاملين الموضوع بيكون انه على كل غلطة انت بتغلطها هم حاسبين الغلطات مثلا فيه اربع معادلات بدك تحلهم فمثلا هاي معادلة راح تضرب ما راح تقسم فبطلع معاك هذا الرقم فهم عاملين هذا الاشي بس انا صراحة الاطالب اربط باشي معين فبطلع موجود بس حل صح فانه هون باشا ككلو بس هو الفكرة انه لو رجع عاد وحل الغلط راح برضه يغلط بس انا مش هون مشكلتي انا صراحة اكثر اشي لفتني انه السؤال الثالث يعني من الاشياء اللي حكناها انه السؤال الثالث فرع الف ممكن يحسبوه للكل تمام طب هو الفكرة انه كان وراه هذا السؤال فيه ستين علامة ستين علامة نفسيا انا عمري سبعة عشر وطمانتعشر سنة انا قاعد بحل الامتحان انا مش متعرض لضغوطات بحياتي زي هذا الضغط اللي هو ضغط التوجيهي اللي زي ما بنحكي ببطل اصلا انا قلو اسم الشاب بصير اسمه توجيهي فهذا الضغط انه هو ضاع لي هذا السؤال شاف اشي مش مألوف مش شايفه قبل هالمره فراح يتعب بالمتحان لبعدين لا صح مية بالمية لا حصير فيه توتر احنا ما مقدر ننكر انه احنا بيجينا باسئلة كتير اشي بيكون نقدر نحله السؤال الثاني موترنا صعب بس الاهم من احنا انت حكيت هذا الاشي الاهم انه احنا اذا شوفنا سؤال جد صعب واحنا توترنا فيه احنا ما الوقف لعنده لا احنا نعمل اسكيب على السؤال اللي بعده عشان احنا نقدر نكمل لانه اذا انا وقفت عندي السؤال الصعب فانا رح اضل طول الامتحان مركزي على هذا السؤال فانا رح اضيع وقتي وانا مركزة يمكن على هذا السؤال فلا بمشي سؤال اللي بعده بحطها كنجمة لذيذة خفيفة عندي السؤال وانا برجع لها اخر اشتركوا في القناة